مرحب بحضركم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحقيقة الواحد بيكون فخور لما بيلايه ان اعلامي المستقبل او الاعلاميين الجدد طلبت كلية اعلام لما بيجوا يعملوا مشاريع التخرج بتاعتهم بيعملوا دور توعوي وهو ده الهدف الرئيسي من الاعلام التنوير ويعني معرفة الشعب واطلاعه على كل ما هو جديد لان يمكن كلمة اعلام نفسها هي اعلام الناس بالشيء او بالامر محبوس في مرايتي دي حملة اطلقها مجموعة من طالبات كلية الاعلام في احدى الجامعات كمشروع تخرج مشروع تخرج ده هدفه نشر الوعي عن اضطرابات الاكل بمختلف انواعه كمان الحملة دي بتساعد كل شخص بيعاني من اضطرابات الاكل في ان هو يتحدى هذه يعني الازمة الصحية تحديدا ويقدر اللي هو يحلها بشكل سريع جدا ويتعافى منها ايه الحكاية وايه التفاصيل هو ده اللي هنعرفه من الاستاذة سلمة عمر واحدة من مؤسسي حملة محبوس في مرايتي اللي مشرفان ومنورانا دلوقتي عبر زوم صباح الخير يا استاذة سلمة صباح الخير يا احمد الأخبار سلمة في البداية عزين نعرف ايه الحكاية وليه لجأته لهذا النوع تحديدا الاعلام التوعوي يمكن اغلب الطلبة في كليات الاعلام لما بيجوا يعملوا مشروع تخرج بيلجأوا ليه نقدر نقول السهل الممتنع في فكرة اللي هو يعمل فيلمه وثائقي او يوثق لشيء تحديدا لا انتوا اتجهتوا لحاجة اعتقد بتحتاج بحث كتير منكم فكلميني عن مشروعكم احبوس في مرايتي والفكرة جتلكم منينين حرام هو احنا ثلاث طلاب في كلية اعلام سلمة سرتي وفرح اسماعيل وانجي عاطف احنا اخترنا ان احنا نعمل حاجة توعية لان احنا اصلا المجال بتاعنا اعلانات وعلاقات عامة فاخترنا ان احنا نعمل حاجة توعية لانعرف الناس بها اكتر عن حاجات مش معروفة وانحنا نعمل حاجة لقينا ان في مرض نفسي اسمه ترباط الاكل ومحدش يعرف عنه اي حاجة فلقينا ان ده انسب حاجة ممكن نتكلم عنها لان ناس كتير بتعاني من المرض ده وما يعرفوش فلقينا ان المرض ده انسب مرض ممكن نتكلم عنه عشان نزاود الوعي عنه طب سلمة ليه سميتوا البروجيكت بتاعك ومشروعكم ده محبوس في مرايتي ايه السبب؟ احنا احنا عملنا حاجة الريسرش ده عدد 300 صفحه وعملنا انترفيوز مع دكترز متخصصين ثلاث دكاترة ويعني عملنا ريسرش وشوفنا ريال كيسز ففهمنا اكتر اللي عندهم الترباط الاكل دول بيفكروا ازاي فعرفنا ان معظمهم بيبقى عندهم مشكلة مع المراية او مشكلة مع شكل جسمهم قدام المراية فعلشان كده لقينا ان انسب اسم الحاملة هو محبوس في مرايتي المشكلة دي خاصة بالسمنة تحديدا ولا مش بالضرورة يا سلمة؟ لا هي مش مرتبطة بالسمنة هو في نوع واحد اسم Pench eating النوع ده ممكن يؤدي اضراره ان الشخص ده ممكن يعاني من السمنة لكن الترباط الاكل ما لهاش علاقة بالسمنة هي اطرباط الاكل violetها انواع كتير اشهر انواع انيروكسيا وبوليميا وبنج eating ومن اضراره من اضراره انو ممكن الشخص ده يعاني من السمنة لانه عنده علي بنج اتنج بياكل كتير فممكن من أضراره السلم طب لقيته إيه يا سلمة يعني نزق بتفكر إزاي المحبوس في مرايته ده يعني بيشوف جسمه بطريقة مش حقيقية يعني هل ده التراب نفسي ولا عضوي ولا إيه لا الترابات الأكلة أيوا هو التراب نفسي مش عضوي مرض نفسي زي أي مرض تاني إحنا لقنا أن معظم يعني كل نوع ليه أعراض معينة فيه لانروكسيا هو بيبقى شخص نحيف جدا بس بيشوف نفسه مش مش رفيع مع أنه بيشوف جدا لأنه بيشوف نفسه مش رفيع هل الشخص الأنراكسي ده بيبقى عايز أنه هو اللي هو شخص اللي بيفضل ما بيكونش الفترة كبيرة قوي فهو شايف نفسه فعلا مش رفيع معلش سؤال تاني الأنراكسي الشخص اللي عنده أناركسيا هو شخص بيبقى رفيع جدا 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 يعني الهيكا العظمي ممكن يبقى بايد هل هو بيبقى مش واعي بأنه هو رفيع على الدرجات دي لا لا مش بيكون عند الوعي ده هو شايف نفسه يعني شخص مش رفيع علشان كده يعني بيتعرض لمشاكل صحية كتير قوي طيب سلمة أنت قلت للموضوع قد منكو ريسيرش وبحث كتير وقابلتوا ده كترة علشان تقدروا اللي أنتو تقدموا لي يعني الأشخاص اللي أنتو بتعوهم تحديدا مادة علمية موثقة ويتعرفوهم بطبيعة اضطرابات الأكل تحديدا لكن لما أنتو عملتوا سيرفي وانزلتوا للناس في الشارع لتو الناس عارفة يعني إيه اضطرابات الأكل وعارفين المرض ده وعندهم على الأقل الحد الأدنى من المعرفة به ولا كنتوا بدئين معهم من الصف إحنا لما عملنا سيرفي لقينا أن معظم الناس يعني ممكن يكونوا عارفين إيه مصطلح الـ eating disorders أو اضطرابات الأكل لكن في باقي الأسئلة لأ طبعا معظم الناس ما كانوش عارفين أعراضه ولقينا أن إحنا كنا كاتبين كان في أسئلة بنحاول نقسم من خلالها هل في ناس بتعايني من المرض ده ومش عارفين ولا لأ لقينا أن في ناس كتير جدا بيعانوا من اضطرابات الأكل وهم مش عارفين أصلا ما عندهمش الوعي الكافي فعشان كده لما بدأنا الصفحات بتاعتنا على انستجرام وفيسبوك بدأنا من الصفر خالص علشان نعرف الناس أصلا إيه هي اترابات الأكل وأنواعها وإزاي يقدروا أنهم يتعاملوا مع المرض ده طب سلما أنت تكلمت أنه ده مرض بيبقى نفسي لقيت لما عملت السيرفيي بتاعك لقيت إيه يعني لقيت ناس تتفعل معك إزاي ده أو الحاجة ده ليه حاجة كان إيه سبب الاترابات ده هل سن مثلا التينيجرز أو المراهقين عندهم المشاكل ده أكتر من الكبار فاهمينا أكتر عن الناس تتعاملتي معيها ولقيت الموضوع كيف طبعا إحنا أول ما بدأنا ننزل بوست على الفيسبوك بيجينا مصدر كثير جدا أن الناس يعني لما بدأنا مثلا ننزل إيه الأنواع إيه مثلا الأعراض ففي ناس كثير بدأوا يحسن أن هم بيعانوا من الأعراض دي وهم مش حاسين فبدأنا أن نحنا نساعدهم بأن نحنا نوصلهم بتكاترة نفسين أن هم يعالجوهم طب كان إيه السبب يعني لما لقيته كده إيه السبب ده هل توتر بسبب المذاكرة لا بيبقى معظم الأسباب بيبقى ضغط عائلي مثلا بسبب أن هم مثلا أهلهم بيضغطوا عليهم بسبب شكل جسمهم أو أن فيه مثلا عمتا إطرابات الأكل بيجي أكتر سن بيجي فيه اللي هو الشباب أو سين أجرز من سن 15 سنة وده يمكن السبب أن يخلكوا تروحوا للوسائل للتواصل الاجتماعي تحديدا عشان عليها الفئة اللي أنتم مستهدفينها آه آه تمام ويعني هم أصلا بيجي لهم كده عشان برضو بيتعرضوا للتنمر ممكن يتعرضوا للتنمر بسبب شكل جسمهم فيه كمان الاسن ده ممكن ممارسة الرياضة المفرطة برضو بتخلي بقى فيه ترابات أكل وكمان لقينا أن فيه سبب وراسي دي كان حاجة أول مرة نعرف عنها وسألنا الدكاترة وكان فعلا سبب حقيقي ممكن يكون سبب وراسي أو بسبب العيلة يعني حد كان عنده ترابات أكلف فيتورص يعني في النهاية سلمة كل الأعراض دي بتتمحور حوالين الضغوط النفسية سواء كان سبب من العيلة السبب من تنمر زي ما قلت يعني اختلفت الأسباب لكن بيظل السبب الأكبر ليه هو الاترابات النفسية عاوز أعرف بقى منك من خلال لقاءتكم مع الدكاترة والنفسيين المتخصصين إيه هي الطريقة المثلة لمواجهة هذه الظاهرة والتعافية منها كبير؟ تمام هو أفضل طريقة أن أول ما يحس بأي أعراض من أعراض ترابات الأكل أنه هو على طول يتوجه لطبيبه النفسي ده بيبقى أول علاج هو الطبيب النفسي بيعالجه من خلال سي بي تي والحاجات السوليكية المعرفية وبيبدأ معها رحلة العلاج ولو يحتاج أنه يروح لأخصائي تغذية بعد ما يخلص علاجه النفسي بيتوجه لأخصائي تغذية لكن العلاج الأساسي بيبقى عند طبيب نفسي يعني بداية العلاج طبيب نفسي في المقام الأول لازم يروح له تمام لازم سلمانت بما أنك قلت أنه في ضغوطات بيتعرضوا ليها من الأهل في أهل برضو بتشوف أنه أنت مفاكش حاجة أنت يبطل أكل أو تزود أكل ده كترة نفسيينك من لسه الفكر شوية الناس بتخاف منه أنت مش مجنون أو مش معندكش مشاكل بتواجهوا بقى ده ازاي بتخله الطالب اللي عنده أو الشخص اللي عنده اضطراب في الأكل يواجه أهله إنه لا أنا محتاجة أروح لدكتور نفسي عشان عالج المشكلة دي مش دكتور دايت يعني فهم أصدي أيها تمام طبعا دي من التحديات اللي بتقابلنا معظم أصلا المسجز اللي بتجلنا عن فيسبوك وإنستجرام بيبقى ناس عندهم بس بيبقوا يعني صغيرين وبيقول أن هم تعبنين جدا بس أهلهم مش مقتنعين أصلا ومش عايزين يواجهون لدكتور نفسي بس فإحنا بنبدأ نحن نبعت لهم أرقام والبوست بتاعت الدكاترة النفسيين وبنبدأ واحدة واحدة نحاول معاهم أن هم يكلموا مع أهلهم يوريهم الحاجات دي يحاولوا هم يوعوهم أكتر عن الموضوع من خلال البوست اللي احنا بنزلها ومن خلال الدكاترة النفسيين عشان يحاولوا يتطنعون يعني أنتوا لقيتوا نفسكم قدام الحملة دي اللي أنتوا بتواجهوا أمرين بالتوازي ماشيين في مصار فكرة التوعية بالترباط الأكل وأيضا تغيير الفكر النمطي أو الفكر السائد لدى البعض بأن لأنا عشان أروح لدكتور نفسي زي ما قالت بسنت اللي أنا أكون مجنون أو يعني بعاني من مشاكل نفسية خاصة به يعني الجهاد العقلي تحديدا تمام ومش بس كده يعني هو الأهليهم بيشوفوا يعني أن ده مش مرض أصلا يعني هم شايفين انترابات الأكل ده مرض مع أنه من أخطر الأمراض النفسية بس هم مش شايفين أصلا بي حاجة خطيرة أو مستهلة نحنا نروح لدكتور نعم سلمة سريتي الطالبة بكلية الإعلام في إحدى الجامعات وإحدى مؤسسي حملة محبوز في مريطة التوعية من مرض اضطرابات الطعام بنشكرك وطبعا بنتمنى لكم التوفيق في مزيد من الأعمال التوعوية لأن ده هو دورك يعني كإعلامية بقى في المستقبل بإذن الله موسيقى